ابن مسعود دخل على قوم ووجدوا كبيرهم يقول سبحوا مائة كبروا مائة هللوا مائة الناس دول اختراف دين الله شيئا ده تسبيح وتكبير وتحميل هللوا مائة دخل ابن مسعود وتلثم هكذا وقال تعرفون من أنا فبعا ليعلموا ولذلك هنقول للعوام إياكم إياكم أن تأتوا إلى جناب العالم أنتم إن تعديتم على جناب العالم فأنتم رعاء رعاء لا قيمة لكم وإن حفزتم مكان العالم توضعون فوق الرأس ففهموا فجاء ابن مسعود وهو رجل كبير لهم ليعلموا مكانته قال تعرفون من أنا أنا عالم الصحابة أنا ترجمان القرآن ده هنا بقى يقول لك بس الرياء والسمعة فين الرياء يا متخلف الرجل هنا بيقول ويبين مكانته وحتى لا يكون ضعاف العقول لا يعرفون حقه فهدرون مكانته فلا يسمعون له فأراد أن يهيئ له المكانة قال تدرون من أنا أنا أبو عبد الرحمن أنا صاحب رسول الله أنا ترجمان القرآن أنا ابن مسعود فوقفوا هيبة له وسكته فقال أنتم اللي بتعملوا بقى هلل سبح كبر أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة أو مفتتحوا باب ضلالة أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة فقالوا يا أبو عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير هو ذكر الله وقاءة القرآن والصالة عن النبي قال قال وكم من مريد للخير لم يبلغه أنت مش بتتعبد بهواك ولا بالمنام اللي أنت شفته أنت تتعبد بما عبتك الله به